تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجرحي قافلة طبية مجانية بإحدى قرى محافظة الفيوم لخدمة الأسر الأولى بالرعاية قامت القافلة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والمجانية للمواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للمترددين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحارجة إلى عدد من المستشفيات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجرحي عضو التحالف الوطني قافلة طبية بإحدى كرى محافظة الفيوم وذلك لتوقيع الكشف الطبية على المرضى غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بما يعكس جهود التحالف الوطني بأن لا يقتصر العمل الخيري على تقديم المساعدة العينية ولكن امتد للكثير من الخدمات ومن بينها الخدمة الطبية احنا بتتم التنسيق بيني وبين التحالف الوطني على بعض القافل يعني احنا القافل دي مش مقتصرينها على مركز يوسف الدين لا التنسيق بيتم على المحافظة كلها كل فترة بنعمل قافلة في مكان مختلف داخل محافظة الفيوم نستبل الحالات تحت وبنسجل أسماءها وبعد كده بنبدأ نوجههم للأماكن اللي هيكشفوا فيها وبعد ما بيخلصوا بنوجههم لأماكن العلاج أو النظارات أو اللي محتاجة عمليات طبعا النظارات بيستلموها بعد عشر تيام العمليات بيتحدد لهم موعيد وبنيجي ناخدهم من الأماكن بتاعتهم وبنرجعهم تاني بعد العمليات يدوب بنعلن أن هناك قافلة بتلاقي يجبال شديد جدا من الناس والأهالي وبالفعل القافلة بتقدم لهم عمليات بالمجان علاج بالنمجان، نظارات بالمجان كل التكريفة بتحملها لمؤسس جمال الجاري القافلة شملت تقديم الرعاية الطبية الكاملة والمجانية للمواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للمترددين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات القافلة بتبقى الهدف بتاعها أن احنا بنكشف على الناس كلها طبعاً الخدمة مجانية بنكشف على الناس كلها بحيث أن اللي محتاج أي خدمة بنقدمها له سواء كان علاج، سواء نظارات أو لو في عمليات بنصفرهم بيعملوا العملية وبيرجعوا التاني طبعاً كل مريض بيكون عملية مختلفة عن التانية بنقسم المرضى بناء على المشكلة اللي عندهم فيه مياه بيضة، فيه مشاكل في القرانية، فيه مشاكل في الشبكية وهكذا خدمة ممتازة الحمد لله وربنا يجزيهم خير ويقطر من أمثالهم كشف مجاني والعلاج مجاني وكل حاجة مجاني على حسابهم يا رب يخليكم يبارك فيكم يا رب جينا هنا اللي عاوز عملية بتعمله عملية ببلاش واللي عاوز نظارة بتعمله برضو نظارة ببلاش تنظيم القوافل والعيادات الطبية يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها مؤسسات التحالف الوطني في استجابة لتوجهات القيادة السياسية ولدعم جهود الدولة في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في مختلف المحافظات جرمين إبراهيم التلفزيون المصري